ليه السؤال بعد إذنك وعاوز ليه استفسار مراتي معاها تليفون وعملة ليه باسورد وأنا مرة سألتها عاملة باسورد ليه قالت عشان محدش في الشغل يفتحه مع أنها بتسيب الشنطة اليد فيها فلوس عادي وأنا لا بقرب من تليفونها خالص بس مجرد ما بتكون قعدة وأجي أعود جنبها تقفل التليفون وتخبيه وساعات بكون بعيد ومجرد ما بتشوفني بقرب ترتبك وتقفل التليفون ولو عيل من الأولاد قال لها ألعب بالتليفون شوية وجيه قرب مني أو منها تندهو تنده عليه وتقول له تعالى جنبي أو تاخد الموبايل منه ها دي تصرفات عادية وأنا لو سلمت نفسي للشك مش عارب ممكن أعمل إيه مع أني مش عامل باسورد لتليفوني لأنني مش مستاهل لأنه مفيش حاجة أسلاً ممكن أخبيها محتاج صلوات قدسك صليل وإن كان ده اجتماع للشباب مش متزوجين بس أنا هجاوب السؤال دوت عشان يبقى تعليم عام لنا كلنا مفيش زوجة تعمل باسورد لتليفونها ولو عاملة باسورد عشان الناس في الشغل ما تشفوش الباسورد دي كل أهل بيتها يكونوا عارفينه لأنه مفيش حاجة اسمها خصوصية في الأمور الشخصية واللي بقوله عالزوجة بقوله عالزوجة مفيش زوجة يحط باسورد للموبايل بتاعه لما بحط باسورد وبتشد لما حد يقرب من الموبايل بتاعي ده معناه إن في حاجة أنا عاوز أخبيها إحنا عندنا نظام في البيت وكل الأباء الكهنة في الكنيسة متفقين على كده كلنا في بيوتنا إيه بنزوء إن أبونا ممكن تجيلوا اعترافات على الواتساب ففيه ثقة إن محدش بيفتح تليفون أبونا في الأجزاء بتاعت الواتساب والآخر لكن كلنا بتزاخد موبايلات بعض واحد بيرن عشان لقي موبايل التاني واحد مش عارف مين حاجات زي كده لكن مفيش أي خصوصية في الأمور دي لأن الخصوصية هنا معناها أنا بشكك اللي قدامي في سلوكي واللي ماشي صح مفيش حد بيخاف من حاجة أنا ماشي صح يفتحوا موبايلة بصوا عليه أي حد فيكم مش هتلاقوا حاجة لكن أنا بقى يكون أحط باسورد ده يمكن أبونا محتاج يحطوا باسورد أنتو خدي بقى لكم بالذات يعني أبونا إيه بن أبونا زوء على مستوى بيته ما بيعملش كده فإنت تقول لها وممكن تسمحها إجابة السؤال لو زوجة أو زوجة حط بس إحنا حتى مع أولادنا لما بيجي الربية في بيوتنا بيقول له مبروك الموبايل يا حبيبي بس فيه حاجة فيه قاعدة مهمة أوي مش هتقدر تحط عليه باسورد أو بين نمبر ولا حاطيت بين أو باسورد لازم في البيت كلنا نكون عارفينها لأن دي مسألة تشكك أن الواحد يكون معاه حاجة وبيحتفظ بيها طبعا ده يخلي أي طرف ممكن يتعب من التاني فالثقة تكون موجودة بنا وما فيش حاجة اسمها كده ترجمة نانسي قنقر